السادسة تبدأ حلقة جديدة مع حضراتكم تحياتي في البداية لكل الإهلوية اللي هيتابعوا حلقة النهاردة بقي من الزمن 96 ساعة على بداية البطولة الأهم على أقل تقدير الموسم ده بالنسبة لقارة إفريقيا وهي بطولة الأفريكان ليج ليه هي البطولة الأهم سيبك من قصة التمانية الكبار وصيبك من قصة العائد المالية أو الجواز المالية وصيبك من قصة المنافسة على أول ألقاب البطولة في مسختها الأولى لكن الأهم من ده وده السؤال الحقيقة لأنا كنت شغل بالي لأوقات كتير حتى قبل ما أدخل مجال إعلام الرياضي أنا واحد بيحب الكرة وبيعشق الكرة ومتابع الكرة من زمان كان دايما أو كنت دايما بسأل نفسي سؤال ليه الوضع في القارة ما بيضيرش ليه الأحوال هي هي ليه تتغير إدارات وتتغير أسماء وتتبدل وجوه والحال يبقى على ما هو عليه إحنا متأخرين قوي وفوارئ كبيرة جدا بين قارة إفريقيا وبين كل القارات التانية على الرغم مما تتمتع به القارة من إمكانيات كبيرة جدا شكل المنافسة نوع الموهبة اللي الحقيقة تصدرت لكل دول العالم ونجحت نجاح باهر قوة المنتخبات الأفريقية مقارنة بمثلاتها في العالم كله باستثناء طبعا أوروبا ومن بعدها أمريكا اللاتينية لكن في النهاية أفريقيا حالة كروية مميزة جدا يمكن نقص الإمكانيات أخرها لوقت طويل يمكن للأسف شديد البنية التحتية اللي يمكن تكون على مستوى القارات هي في الترتيب الأخير أو في المرتبة الأخيرة أسباب كتيرة جدا ممكن تقولك أو تجاوب على سؤال ليه كورة عندنا في القارة الإفريقية متأخرة على الرغم من المحاولات في ظل الإمكانيات المحدودة جدا وإيس على ده مثلا إمكانيات نادي زي النادي الأهلي مقارنة باللي بيحققوا على المستوى العالمي وإمكانيات الأندية الكبيرة جدا اللي جاية من أمريكا الشمالية وجاية من كونكاكاف زي أبطال المكسيك وأبطال الولايات المتحدة الأمريكية وحتى اللي جايين من أمريكا اللاتينية زي البرازيل وحتى الأندية الأسيوية لإمكانياتها المالية كبيرة جدا وإنت تعرف أن البوتانشل في أفريقيا أو أن الإمكانية النجاح في أفريقيا كبيرة جدا